على امتداد العالم تشبه موجة كورونا المدى البحري هي أقرب إلى تسنامي من الموجة الحقيقة اليوم أن الفيروس ينتشر أسرع من أي وقت مضى صحيفة ليموند الفرنسية تطرقت بإسهاب إلى المؤشرات المقلقة على امتداد العالم أعداد الإصابات في أمريكا عند مستويات قياسية فوق خمسين ألفا وقد تكون متجهة إلى مائة ألف يوميا بحسب طبيب البيت الأبيض أنتوني فاوتشي فيما يقول مدير منظمة صحة العالمية تيدرو سادهانوم أن 60% من مجمل إصابات كورونا سجلت في الشهر الماضي لوحده نعم 60% من المصابين أصيبوا في يونيو في الوقت الذي بدى العالم بأسره تحت الانطباع بأن الأمور على ما يرام منذ 25 من يونيو أكثر من 10 دول تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات الأسبوعية منها بريطانيا ألمانيا البرتغال موجات ثانية تسجل أيضا في إسرائيل الجزائر والأراضي الفلسطينية والسعودية الصحيفة شبهت مدى كورونا بالأوركسترا حيث يدخل العازفون تباعا المقطوعة بدأت في الصين ثم في كوريا وإيران ثم في إيطاليا ثم باقي أوروبا فأمريكا فالمكسيك فأمريكا اللاتينية إلى أين إذن تتجه هذه الموجة أو الأوركسترا الأرجح إلى أفريقيا أو الهند كلاهما وجهة خطيرة للغاية